السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناة سنسونة سلوى انا بجد تعبت من الناس اللي بتحكم على الوصفة من غير ما تجربها النهاردة هيعمل قرص او بوريق بالشوفان بمكون غريب بمكون محدش يتخيل اللي هو ممكن يتحط بفاصلة مغبوزات وميبنش طعمه القرص دي لزيزة جدا جدا للفطار او حتى مع الشاي ناس كتير اول ما هتشوف شكل القوسة هتقول لا لا مش ممكن نحط القوسة جوه مغبوزات خلولني بس اقول لكم الناس اللي مش بتحب القوسة مش بتحبها ليه مش بتحبها عشان طعامها ما بيكونش احلى حاجة مع البصل مع الطوم مع الصلصة ولكن جوه المغبوزات طعامها ابدا ما بيبنش بتدي طراوة وبتدي كده العجينة بتبقى ليها ملمس حلو جدا بديل عن حاجات كتير ممكن نحطها تطر العجينة فاللي عايز يجرب يجرب انا عندي هنا نص كيلو من القوسة مجرد لانا غسلتها وقطعتها وحطيت معاها نص كوباية من حليب الشوفان او ميا او اي نوع حليب احنا عايزينه المهم اللي احنا نحطها على النار خمس دقايق كده لحد ما تطرق ونبتدي نحطها في طبق واسع عشان نكمل عليها بقية المكونات عندي ربع كوباية من زيت الزيتون والخليط كده دا فيها ابني دي اجيب هند بلندر واطحنها ما عنديش هند بلندر نحطها في محضر الطعام الشخص الوحيد هو اللي هيعرف اللي هي فيها كوسة هو اللي بيعمل الوصفة يعني محدش تاني ممكن يتخيل ابدا ولا طعم ولا شكل كمان يعني مش هتبان ابدا لونها مش هيبان خالص طيب عندي هنا 11 جرام من الخميرة اللي انا احطهم والكوسة او الخليط اللي احنا عملنا بقى 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 دافي مكانش سخن ونحط كمان معلقة كبيرة من العسل عشان ننشط الخميرة وخلاص كده هي دي كل المكونات السائلة معنا هحطها على جنب وروح تبقى تحانت شوية كده من الشوفان عايز اعمل كمية محترمة عشان كل البيت هيكل من وصفة النهاردة على الفطار وكمان في اللانش بوكس وكمان مع الشاي يعني بصوا حاجة كل البيت بيحبها اربع كبيات من الشوفان المطهون هبتتعليهم نص معلقة صغيرة من الملح نص معلقة صغيرة من الباكين بودر عشان برضو ايه يحسن كده القوام مع الخميرة ونقلب المكونات الجفة فهي دي كل المكونات الجفة يعني تبصوا سهلة جدا جدا من غير عاكم ومن غير تعب تعملي كمية كبيرة تقدر تحشيها الحشوة اللي انت عايزها ده كمان ده احنا ممكن نعملها ونشيلها في الفريزر ونطلع منها كده بالطلب يعني عارفين كده لما نبقى عايزين جعنين قبلها كده بساعة نطلعها او ندفيها شوية في المايكروهيف بتكون جاهزة وجميلة جدا طيب نبتدي نقلب هي ممكن ما تاخدش معاك الاربع كبيات من الشوفان كلهم فممكن نبقى اربع كبيات الا معلقة معلقتين يعني الى حد ما مش هتفرق قوي للوهلة الاولى نحس ان العجينة مش هكون متماسكة ولكن لما نسيبها تخمر يعني حوالي نصف ساعة كده الخميرة ااا بتخلي العجينة تنفش والشوفان عمتا بيخلي بيمسك يعني في كل السوائل بيخلي العجينة تكون متماسكة هنبلل الاداية حاجة بسيطة جدا بالزيت وانا كنت فاكرة نفسي قاعدة بصور وطلعت في الاخر مش بصور ما فيش مشكلة فرطت حتى ملعجينة وعندي هنا جبنة حلوم طبعا بما ان الوصفة نباتية نحشيها بقى الحشوة اللي انت عايزها بس انا بالنسبالي انا مش نباتية ولكن بقدم خيارات كتير نقدر نسيبها ساعدة من غير ما نحشيها برحتنا حطيت شوية كمان من حبة البرقة بصو نفردها نحط حتى من الجبنة حط شوية من حبة البرقة ونبتدي نقفلها كده نقدر نعملها على شكل قرص او نعملها على شكل صوابع كده كنت لسه من فترة قريبة قوي عاملة حاجة قرص فقلت دي خليها صوابع يعني كنعم التغيير طبعا دي طعم دي طعم واللي فاتت اللي انا عملتها كالطعم تاني كل مرة بغير في الايه في الشكل والطعم ما فيش حاجة ابدا نسمعها نزهق من الاكل الصحي الاكل الصحي ده اللي يجربه يعرف نهو احلى بكتير وصحته تبقى احسن بكتير من الاكل العادي بجد جبت شوية بقيين من حليب الشوفان حطيت عليهم ملح وحطيت عليهم بابريكا ما عنديش حليب شوفان وعايز استعمل الوصفة كلها مية بينفع البابريكا هتديها لون حليب وبفرشة كده بسيطة نبتدي ندهن العجينة هنسبها بقى تخمر تاني يعني حوالي روبع ساعة بعد ما تخمر هنغطيها ونسبها تخمر بعد كده هنشغل الفرن عن درجة حرارة 180 وبتقعد في الرف الشبك حوالي يعني اه 15-20 ديئة تحتاج شوية صغيرين او الشواية خلوني حط عليها سمسم او حبة البرقة او اي حاجة عايزينها من فوق ممكن كمان نمسكها كلها كده ونغرقها في السمسم ساعتها كده هتطلع لنا متغرقة سمسم حد بقى يقول لي فين الكوسة مش هتباني ولكن بقى طبعا في التعليقات اول حاجة بلاقيها ايه يا سلوى ايه بديل الكوسة لأ انا عامل الوصفة دي للكوسة يعني انا الوصفة دي هي اساسية للكوسة في وصفات تانية على القناة كتير قوي ما استعملتش فيها كوسة استعملت فيها مسلا بدل الكوسة زبادي ولكن طبعا المقادر هتحتلف فهسيب لكو اختيارات في صندوق الوصف عشان الناس المصممة احنا مش هنحب الكوسة مش هنحبها يعني مش هنحبها طيب انا سبتها بقى تبرد بعد ما طلعت من فرن كده ورحتها الجنن في البيت كله غطتها وسبتها تبرد شايفين عاملت زي من ورا من قدام طيب دي لو موجودة عندي متغطية ومحتوطة في التلاجة كل يوم عن فطار او شلت منها كمية في علبة كده في الفريزر وطلعت منها بالطلب زي ما قلت لكم من شوية من هيعترض عليها مع قبيلة الشاي في حاجة احلى من كده ممكن لو احنا زودنا فيها العسل او دبس الطمر نحشيها مسلا عجوة او طمر هتكون برضو لذيزة جدا انا حطيتها بقى في البسكت ده وهغطيها وهسيبها يا مش هتقعد عندي في التلاجة لا دي يا خلاص هتطلع على الفطار وهتنتهي كلها الأسرة كلها تحبها ومحدش هيعرف ايه مكوناتها ولكن انتو هتعرفوا ولو حد من أسرته حابب ان هو يعني يعرف ايه المكونات بيخش يشوف الوصفة وما بيزدقش في الآخر مغبوزات الفطور الصحية ممكن نسميها قرس او بوريك بقى بالجبنة بصو في حاجات تلعب بالجبنة وفي حاجات نسيت حشيها او يعني قلت خليها كده تبقى سادة مع الشاي بتبقى احلى ولا اروع من كده لدي أصول يا خلاص وصفة صحية ولذيذة وأنا مجد تعبت من ايه انا ليمzon اقول لكم فعلا فعلا الاكل الصحي كده ايه يفرق بداخل م governing وانحنا لو تعاوضنا عليه مش هنعرف نرجع للتانى ان اكل الاكل مصely مش عشان لم تقولوا علي بقعد اتكلم اكتر وبقعد يتحيل عليكم في الفيديو الذي بنقmiyor في الوصف في جربها المجتنع بالوصفات تكتبولي تحت بقى في التعليقات بتحبوا الاكلات الصحية وتحبوا ان انتو تدخلوا فيها اكلة انتو مش بتحبوه بس مش هيبان ولا لا بتحبوش تجربو وعايزين تاكلوا دايما الحاجات اللي هي التقليدية جيب الجبنة مع كوبات الشاي خطيرة بتشبع وقت طويل جدا بس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان هو تكون عجبكو وهي معلش يعني انا كنت دس اقارية كام كومنت كده يعني خلوني مش مزبوطة مش في المود الناس اللي هي بتحبطو خلاص معلش ربنا يجزيها يعني وان شاء الله كده ربنا هيكرمنا لان بحاول لان انا اساعد الناس ان هي تاكل حاجة صحية وكمان اساعد نفسي وعيلتي وكل الناس اللي عرفها اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني ومع السلام اشتركوا في القناة